اليوم إن شاء الله عز وجل سنتكلمون على أعراض السحر المشروب للمرض فأبقى معنا في الفيديو هذا وما تسمشي فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بحضرتكم في هذا اللقاء إخواني أخواتي لازلنا نتكلم عن السحر المشروب تكلمنا في حلقة سابقة عن علاج السحر المشروب بالسنة مكي لكن في هذا الفيديو سنتكلم عن أعراض السحر المشروب للمرض أول علامة من علامات السحر المشروب للمرض وهو يشعر المريض بألم حاد في عضو معين من جسده وبشكل مستمر ثانيا ومن أعراض السحر المشروب للمرض وهو تعطل حاسة من حواس الجسم ثالثا ومن أعراض السحر المشروب كذلك إصابة الشخص بنوبات الصرع متكررة ويصاحبها تشنزات عصبية حادة رابعا الإحساس بالشلل في جزء أو عضو من أعضاء الجسم كان بعض الناس كذلك كتوقع لهم هذه المشكلة ده كيحسوا بأن عندهم شلل كيقولك أنا رجليها تشلوا إليها ولا يديها تشلوا إليها ما كنحش بهم علامة من علامات السحر المشروب للمرض خامسا وكذلك من أعراض السحر المشروب للمرض يصاب المريض بالشلل في جميع أنحاء الجسم هذه علامة خطيرة من علامات السحر المشروب للمرض أخواني أخواتي لك أنو عندك هذه العلامات كلهم عرف راسك بأنك مصاب بالسحر المشروب للمرض شنو خصك تدير طريقة الأولى حطيناها في الفيديو اللي قبل أو الفيديو السابق طريقة كيفاش أنك تستخدم السنة مكي لاستخراج التوكال أو السحر المشروب ولو يكون عنده عشرين آم ولا عشر سنين ونشح المكان ويمكن يخرج بالسنة مكي بإذن الله سبحانه وتعالى فهذه مش بناشة سنة مكي مش بناشة من رأسنا فهي حديث من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إخواني أخواتي حتى لا أعطي لعليكم كانوا هدهما أعراض اللي سنتكلموا اليوم للسحر المرض إن شاء الله غدا بحول الله وقوته سنتكلم عن العلاج النهائي للسحر المشروب بإذن الله سبحانه وتعالى فديما قوتي بقوا على القرص باش أي واحد مصاب أو أي واحد عنده شي مشكل يحكيه لنا في الكومنتير غدا نجاوبكم بإذن الله سبحانه وتعالى إلا كنتي أول مرة دخلتي القناة ما تنسى الضغط لزر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته